التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكل البلدين في كافة القطاعات التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنصيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراتة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكل البلدين في كافة القطاعات من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تفذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعضة الرسمية والشعبية حاضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين